بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا يا حبابي عاملين يا رب تكونوا بألف خير. معاكم هجم مطبخ امو باسل. آآ النهاردة فيديو بتاعي. ما فيوش اكل آآ ما فيوش اي حاجة. بس في آآ حاجة مفيدة او تجربة انا جربتها. وحبت افتكو بيها. يا رب ان شاء الله تعجبكم وتكون مفيدة بالنسبة لكم. آآ كل اللي عنده بنات آآ وشعرها في يعني معزم البنت بيبقى شعرها يعني هايش آآ الام بتبقى محتارة مش عارفة آآ تحط لها ايه او تجيب لها ايه جربت وصفات كتيرة. ممكن ما تمشيش مع شعر بنتك. فانا بصراحة انا انا بحب اتجرب الحاجات دي. بس يعني برضو بيبقى لها نظرة في الحاجة قبل ما اجربها. آآ بشوفها مثلا ايه يعني بحس كده يعني زي ما تقوله باخدها بالسنس كده. قلبي ايه بيحس بالحاجة ازي كات حلوة او ايه او كات وحشة. فانا شفت منتج فايه يعني عجبني لما قريت عنه عجبني المواصفات بتاعته والحاجات اللي بيعملها في الشعر. فقلت اجربه. ما فيهاش مشكلة يعني. آآ وبرده هو يعني بيبقى مستورد. ما بيبقاش يعني صناعة يعني كده اي كلام. فده اللي عجبني فيه اكتر كمان. آآ وخصوصا كمان لما يكونوا ايه حد يعني تكونوا في السعودية او حد كايه اللي ممكن هناك يجيبلك منه بس هو ايه بيبقى مستورد يعني عمتا. آآ المنتج النهاردة ده بجد بجد يا جماعة انا جربته. آآ وبناتي جربوه على شعرهم. جميل جدا. آآ ما بيخليش اللي الشعر هيش. بيخلي فيه لامعان. آآ الازازة بتوعد فترة طويلة جدا جدا معاك. لان كنتي ما بتغدش كتير. يا دوبك بتغد شوية صغيرة بتحتيهم على الشعر. هي بتقوم بالواجب. ولا تحتي اي حاجة تانية بقى خالص. وعن تجربة. بقى مانا بقول لكم عن تجربة. انا جايبها بقى له فترة. يعني جايبها بقى له وشهرين تلات شهور كده مستخدمين. ما اتكلمتش عنه الا بعد ما شفت يعني النتيجة بتاعته معي ومع بناتي. آآ المنتج اللي حين نتكلم عليه ده هو يعني هو سعره مش غالي قوي. يعني هو سعره برضو ايه? آآ حنايا او سعره متوسط. آآ يعني لو حسبتيها اصد ان هو هيقعد معاك فترة. فده يبقى سعره بسيط خالص. آآ الاول نشوف المنتج بتاعنا هو بعدين اقول لكم سعره. منتج بتاعنا اللي هو فزلين. اللي هو التونيك. بصوا اللي هو بصوا عمل زي زيت الزاق او زي المية. آآ ده بجد طحفة. مكتوب عليه للشعر ومنعش لفروة الرأس. فعلا دي حقيقة. استخداماته وآآ كل حاجة مكتوبة من ورا على الازازة. هو بيقول بيستخدم يوميا. انا هقول لكم عن تجربتي انا استخدمته ازاي? انا ما باستخدموش يوميا انا وبناتي. يعني احنا كلهم بنخسل شعرنا. مسلا الشعر مش مستحب ان انت تخسليه كل يوم. يعني آآ مسلا يومين في الاسبوع ويستحسن ان هو مرة في الاسبوع. على حسب ايه? على حسب ما بسمع يعني من الكوفرات وكده ان هو بيقول لك ايه? يوم في الاسبوع علشان المادة اللي بتفرز زهاء الجلد في الشعر الشعر بيستفيد منها جدا. فايه? يستحسن ان تقسليه مرة كل اسبوع. تمام? فاحنا كل ما بنخسل شعرنا مسلا مرة كل اسبوع بناخد شوية كده في ايدينا. بسيط مش كتير. وبنتقل نبتدي يعني بصوا بيقول لك ايه اول خطوة اهو. يعني بتاخد شوية اللي بتاخديهم بتتعاكم كده في ايديكي. آآ وبعد كده بتروحي حطاهم في الشعر كده على فروة الراس. تمام? وبتبتدي تصراحي شعرك بامانة بامانة. بمجرد ما بتحط المشت. شعرك كل التشابك اللي ببقى في الشعر ده بتلاقيه فك خالص بامانة والله. انا مرضيتش اقول لك عن تجربتي معاه الا بعد ما مر شوية حوالي تلات شهور. حتى لو تلاحظوا بصوا الورقة يعني متشالة شوية من على الازازة. يعني مش لسه جابان بارح ولا الاسبوع اللي فات. ده دليل ان انا مستخدماه يبقى له فترة. بصوا. واحنا ما شاء الله يعني آآ افراد كتيرة في البيت بتستخدموا. شوفوا. يعني استخدمنا كمية قد افتلات شهور. ولسه ما شاء الله الازازة زي ما هي. بس عايز اقول لكم ان هو فعلا ممتاز. يعني مش بيحتاج ان انت تحطي مع اي حاجة تاني خالص. آآ الازازة دي تلتمية ملي. وبصوا كمان عايز اقول لكم حاجة كتب عليها حماية اضافية. بصوا. آآ الازازة دي تلتمية ملي بخمسة وتسعين جنيه. حلوة قوي. يعني حاجة جميلة طحفة. آآ يعتبر مش غالي. على الكمية بتاعت الازازة. وان هي هتوعد معي فترة. آآ يعني مش معنى ان هو حلو ان احنا نقطع منه ونحط كتير في شغالنا. لأ. يعني برضو خير الامور الوسطة. زي ما بقول لكم حابة صغيرين كده. على كف الايد. وبروح اعمل لهم كده. وندلكنهم في فروة ايه الشعر كل. تمام? جربوا المنتج ده. هيعجبكم جدا. وانا ان شاء الله كل ما هلاقي منتج جربته. بعض اجربه فترة. مش من اول مرة. من تاني مرة او تالت مرة او عاشر مرة. هقول لكم عليه اذا كان حلو ولا وحش. يعني برضو ايه التجارب برضو بتفيد. ولما يكون حد ما جرب حاجة عن ما تجي بيها كده. وما تعجبكش ايه وتطلع مش كويسة ايه وتخسار الفلوسك. بس انا بقول لك لو انت عندك بنت وبتعاني من هيشان شعرها. اه او اللي هو وما بتيجي تخس ليه بيبقى متشابك كله مع بعضه. يبقى هو ده الحل. ده جميل جدا جدا. وهيعجبك. وان شاء الله لما تجيبه وتجربه مستنية منك دعوة. حلوة ان شاء الله بازن الله. وهو مش غالي. بس يقولي انا عايزة المستورد. بخمسة وتسعين جنيه. وفيها بوة صغيرة تقريبا متين ملي بخمسة وسبعين. وانها جابة اللي هي التلتمية اللي هي ايه امه خمسة وتسعين. آآ ده كان آآ تجربتي او آآ عن تجربتي مع الفازلين. آآ ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكو. ويا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من الفيديو اللي انا عملته لكم. آآ بعيدة عن الطبخ وبعيدة عن اي حاجة. آآ بتمنى بقت آآ متنسوا نشفى اللايك واشتراك في القناة بتاعتي. وتفعيل الجرس. واشيلي الفيديو عشان الناس كلها تشوفوا وتستفيد منه. واشوفكم على الف خير ان شاء الله. في وصفة سهلة وسريعة من مطبخ ام باسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.